بعد أربع سنوات من الحصار والمعارك أسدل السيتارو على المعركة الأطول في محيط العاصمة السورية لتعود دارية الواقعة في الغوطة الغربية التي كانت بمثابة أيقونة للمسلحين إلى كنف الدولة لينتهي بذلك تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التسوية في مدينة دارية بين الجيش السوري والمسلحين المنضوينة تحت الجيش الحر وجبهة فتح الشام وغيرها من الفصائل بخروج أكثر من 200 مسلح باتجاه إدلب من أصل 700 التزموا بإلقاء السلاح أنتوا صرتوا بحضن الدولة السورية التي هي راعي لكل مواطن سوري محافظة عليه من أمن الإرهاب والإرهابيين أنتوا اليوم صرتوا بالخط الوطني السليم والصحيح اليوم الدولة السورية قائمة على مراعاة كل الأمور التي تخصكم الخدمية والصحية وفي سيناريو مطابق لما جرى في حمصة القديمة أعلن الإعلام الحربي بدأ خروج حافلات تحمل مسلحين وعائلاتهم تطبيقاً للمرحلات الثانية وانقسمت الحافلات إلى قسمين قسم توجه إلى إدلب والآخر قصد قرية حرجلة الخاضعة لسيطرة الجيش السوري في الغطط الغربية ليتم منها توزيع العائلات على دور إيواء عدة وضمن الاتفاق أعلن تلفزيون السوري خروج تسعة من مخطفي الجيش السوري من دارية في حين يستغرق تنفيذ التسوية أربعة أيام من جهتها الجبهة الشامية أعلنت في حسابها على تويتر سيطرتها على قرية حمير العجاج غربي مدينة جرابلوس في ريف حلب الشمالي الشرقي وعلى قريتي التلجي الغربي والهضباط شرق بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي وذلك بالتعاون مع الجيش الحر وبدعم من الجيش التركي أما في السياسة وبعد أكثر من عشر ساعات من المحادثات فشلت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في التوصل لاتفاق بشأن التعاون العسكري ووقف العمليات القتالية في سوريا ولكن جون كاري وسيرجي لافروف قالا أن أمامهما قضايا قليلة محدودة يتعين حلها قبل إمكان الإعلان عن التوصل لاتفاق وقال كاري أن الجانبين حققا وضوحا بشأن الطريق إلى الأمام وأن معظم الخطوات نحو تجديد هدنة وخطة إنسانية تم التوصل إليهما في شباط الماضي استكملت في خلال المحادثات من بين النقاط العالقة إيصال المساعدات إلى المدنيين المعرضين للخطر وإذا كنا قادرين على إبرام اتفاق طويل الأجل بشأن وقف إطلاق النار فسنكون قادرين على إحداث تغيير جذري حيال مسار النزاع فقد استكملنا الغالبية العظمى من ترك المباحثات الفنية التي ركزت بشكل أساسي على جعل هذه الهدنة حقيقة وتحسين المساعدات الإنسانية ومن ثم جعل الأطراف تجلس على الطاولة حتى نستطيع أن نجري مفاوضات جادة بشأن كيفية إنهاء هذه الحرب وقال كاري ولفروف أن خبراء البلدين سيبقون في جناف لإنهاء المسائل العالقة وإنجاز تفاصيل الاتفاق وحذران من إمكان انهياره ما لم يتم سريان فترة تهدئة قبل تنفيذه شكرا شكرا